اشتركوا في القناة لانجاز تعديل اتفاق السخرات وقال صالح ان مجلسه اعتمد مقترح تعديل اتفاق السخرات الخاص بالسلطة التنفيذية منذ فترة كما شدد على التوافق على تعديلات الاتفاق وذلك لاعتماده اجتمع عضو رئاسي المقترع عبد السلام كجمان الخميس باللجنة الوزرية المشكلة بشأن احداث مدينة سبه للتواصل مع الاطراف المتنازعة لوقف اطلاق نار والعمل على تهديئة الوضع وفتح ممرات امنة لاصول الخدمات الانسانية والوقود لسبه ومناطق الجنوب بشكل عام هذا وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد بحث الاجتماع ايجاد الية لعقد اجتماع مع ممثلين عن الاطراف المتنازعة في سبه حيث اكدوا على تواصلهم في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والذي تم توقيعه في العاصمة الايطالية روما والذي ينص بدوره على الصلح الشامل والداء بين الطرفين وجبر الضرر للمتضررين في خبر اخر اصدرت قبيلة القطعام بالشرق الليبي بياننا الخميس حول الاوضاع السياسية في ليبيا عبرت فيه عن تمسكها بوحدة التراب الليبي واكدت على ثوابت الوحدة الوطنية البيان جاء فيه ايضا حرص القبيلة على وحدة التراب ونبذة توجهات الجهوية والقبلية واستنكار تهجير المواطن والتمسك بالخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة واقرار قانون استفتاء على مسورة الدستور افرج في مدينة غريان عن شاحنات الوقود المتجهة للجنوب بعد استكمالها للاجراءات القانونية اللازمة هذا ويبلغ عدد الشاحنات التي اوقفت من احدى الكتاب الامنية ببوابة الهيرة 15 شاحن وقود كانت متجهة لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود اللازم الى ذلك كانت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز قد اعلنت الخميس عن انطلاق اولى شحنتها لتزويد الجنوب بمختلف انواع الوقود اخبارنا على تمام السابع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة